اليوم العالمي للمعلم تحية تقدير وعرفان واحترام إلى كل المعلمين هذه المهنة النبيلة إلى كل من يمارس هذه المهنة النبيلة فاليوم أيضا كان هناك احتفالات رسمية في كثير من المدارس والمؤسسات التربوية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه اليوم أيضا تهانيه للمعلمين بهذه المناسبة وجاء في الرسالة المنشورة على صفحته على الفيسبوك التوجه بخالص التهاني وبالغ التقدير للسيدات والسادة المعلمين والاساتدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق 5 أكتوبر عرفانا بدورهم في بناء الأجيال وتطوير كفاءاتهم لضمان مستقبل جزائر الغد مهنة شريفة مهنة نبيلة تحية إلى كل من يمارسها أيضا الجزائريين يذكرون المعلم بشكرا أستاذي الأغنية الشهيرة لصادق جمعاوي أطل الله في عمري هذا الفنان قدم هذه الأغنية في تصوره في سنة يعني عدنا حتى صورة صادق جمعاوي أطل الله في عمري في منتصف الثمانينيات وقصة هذه الأغنية أنه جاءت بطلب من وزير التربية السابق في عهد الرئيس الشادلي بن جديد محمد شريف خروبي هذا الوزير توفي العام الماضي أو توفي 2021 صورته تظهر على الشاشة الوزير محمد شريف خروبي هو الذي طلب من صادق جمعاوي أن يقدم أغنية لشكر المدرسة الأساسية ومن يظهر على الشاشة هو الشاب الذي أدى هذه الأغنية رفقة صادق الجمعاوي وهو من عائلته وكان قد استنجد به يعني هذا الشاب جاء فقط لنجدة صادق جمعاوي في الأغنية لأنه حسب القصة أن من كان سيؤدي أديه مع صادق جمعاوي هو نجل الفنان ربح درياسة رحمه الله الفنان عبده درياسة فعبده درياسة كان من المفروض يؤدي أغنية شكرا أستادي مع صادق جمعاوي ولكن عبده درياسة شعر بالخجل بالضغط فانسحب وعتادر والده فتمت الاستعانة بأظن ابن أخت صادق جمعاوي الذي يغني معه في هذه الأغنية شكرا أستادي ونتمنى إن شاء الله نولي طيار فبقيت للأجيال أكيد أن عبده درياسة يندم كثيرا على أنه لم يشارك في هذه الأغنية التي نقدمها لأن فيها حنين